تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراع 2022 والخاصة باستخدام الاحتمالات المستدرية في عمليات تمويل الاستراد حتى اتمام الالغاء بالكامل لها قبل نهاية العام حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق سنهاية متطبيق تعليمات البنك المركزي باستخدام الاحتمالات المستدرية ليصبح 50 ألف دولار بدلا من 5 ألف دولار شكرا للمتابع شكرا معالي المحافظ واسمحولي أنقل الكلمة لمعالي الدكتور محمد معيد وزير المالية عشان يتكلم عن جزء الخاص بالسياسات المالية شكرا جزيلا دور الرئيس في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واللي هو يتضمن تمويل في حدود 9 مليار دولار 3 مليار دولار من الصندوق ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليار دولار من الشركاء الدوليين هترتكس السياسة المالية مع البرنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدى خط الدين الحكومي لأقل من 80% وأيضا ضبط احتياجات التمويلية الإجمالية وأيضا الاستمرار في سياسة ضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ تراتيجية الإرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية وتدرج النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الغير رسمي لتحقيق فائد أولي ومستدام وأيضا تخفيض عجز الموازنة أيضا هنستمر في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة التي تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة وتعزيز الحوكمة والمسائلة والشرفية ودعم أهداف التخفيف من أثار تغير المناخ أيضا هنستمر في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبني حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي أيضا يمكن خلال الفتر اللي فاتت الحكومة أعلنت على عدد منها في شهر إبليل وفي شهر سبتمبر ومؤخرا وبالأمس مؤخرا وده اللي هو في إطار السياسات المالية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي شكرا شكرا معالي الوزير وانقل الكلمة لمعالي وزيرة التخطيط والتمنى ابتصادية لتتكلم على الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية شكرا دولة الرئيس بالإضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في دفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل لائقة وده كان أيضا أحد التوصيات الرئيسية اللي كانت في النقاش كان هدف المؤتمر الاقتصادي وكانت أيضا مخرجات المؤتمر الاقتصادي يعني مما لا شك فيه طبعا أن هناك جزء خاص أيضا بالإصلاحات المؤسسية للتعزيز الشفافية كل الإصلاحات دي هدفها أنها تدعم قدرة الاقتصاد المصري وأن احنا نبقى يعني نوسع القدرة ونصلح كل الاختلات الهيكلية اللي الاقتصاد المصري كان يعاني منها على مدار سنوات طويلة شكرا اسمحوا لي طبعا يعني في ختام الكلمات دي أولا أن أنا أوجه الشكر طبعا لدكتورة هولر من صندوق النقد الدولي وأيضا زملائي معالي محافظة بنك مركزي ومعالي وزارة التخطيط ومعالي وزير الملائي والحقيقة من الإعلان النهاردة عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحقيقة يعني كان وراء جهد شاق جدا من المفاوضات اللي كانت بقالها فترة والحمد لله أن احنا نجحنا اليوم لفي الوصول إلى اتفاق الخبراء اللي هي تعتبر خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد وعايز أأكد أن يعني كل اللي إحنا سمعناه النهاردة هو جزء من التوصيات اللي كان المؤتمر الاقتصادي قالها المؤتمر الاقتصادي تكلم على يعني ضرورة يعني أن يبقى فيه هناك سياسة مالية ونقدية واضحة سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إطلاق حزمة اجتماعية حزمة من الحمال الاجتماعي الجديدة واللي كان التكليف من فخامة رئيس للحكومة إنها تسرع بيعني إعلانها فالحقيقة النهاردة احنا الحمد لله بنتحرك نحو يعني الوصول إلى هدفنا إن الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة واللي العالم كله ما شافهاش مرة أخرى وبأكد على هذا الموضوع إن الاقتصاد المصري يبقى بيحقق حالة استقرار ويبقى قادر على الصمود في خلال الفترة القادمة إن شاء الله أنا بأكد إن البرنامج طبعا زي ما أعلن زملائي الصندوق الحقيقة حدد مبلغ 3 مليار بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة اللي تم إنشاؤه جوه الصندوق الناخد الدولي أيضا ده بالإضافة إلى حوالي 5 مليار دولار هتبقى بتقدمها الدول الشريكة في التنمية وأيضا المؤسسات الدولية الأخرى يعني بنتكلم في حدود التسعة مليار دولار هتبقى عشان تساعد الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة بإذن الله أنا بشكر حضركم جميعا وشكرا وإن شاء الله كل الخير بإذن الله شكرا